ازايكم؟ النهاردة بكمل معاكم رحلة اعادة ابتكار انفسنا لو مش عارفين انا بتكلم عن اين؟ انا بتكلمت في فيديوهات سابقة على ازاي كل واحد مننا بيتعرض لبعض المواقف او بيبقى عندنا امل وهدف ان احنا لازم نطور من نفسنا وكأننا بنوعيد اختراع انفسنا من اول وجديد بنوعيد صناعة انفسنا من اول وجديد والعملية دي ما بتجيش من يوم وليلة ولكن ليها مراحل مختلفة وهو ده اللي انا اتكلمت عنه في الفيديوهات السابقة عدينا بكذا مرحلة اولها مرحلة التخطيط للعملية الفضيعة اللي احنا دخلين فيها ثانيا عملية التطهير وتخليص حياتنا من كل الافكار والاشياء والاشخاص اللي مش هيسندونا في رحلتنا الجديدة واخذنا الموضوع واحدة واحدة ودخلنا في مرحلة التقنق وازاي ان شكلنا لازم يعكس الشغل الجديد اللي احنا عملناه على نفسنا وكان فيه مرحلة اعادة استكشاف الذات وان احنا نفهم نفسنا ونعرف ايه تكويننا وايه شخصيتنا النهاردة بقى حنحط كل ده في التطبيق العملي والبداية هي ان احنا لازم اللي بنعمله في حياتنا يوميا يتوافق مع كل اللي فات ده يتوافق مع الصورة اللي عايزين نظهر بيها يتوافق مع الهدف اللي احنا عايزين نحققه ما ينفعشي اكون عايز اتغير او عايز اغير حاجة في حياتي وافضل اعمل نفس الحاجات اوبر ان اوبر ان اوبر في حكيم من الحكماء الثانية وده زمان جدا جدا ايام الرومان قال ان النجاح بيعتمد على ما تفعله في يومك عاداتك كل اللي انت بتعمله كل يوم كل يوم كل يوم بيبقى عادة فنجاحنا بيعتمد على العادات دي طيب ازاي اتحكم في العادات دي ان انا اصمم يوم حاجة مهمة اوي اتعلمناها في التصميم الهندسي ان احنا نبتدي الاول بالوظيفة بتاعة هذا الشيء اللي احنا بنصممه بصمم كرسي ايه الوظيفة الاساسية للكرسي ان الناس تقعد عليه انه يشيل وزن معين وان الناس تقعد عليه بطريقة معينة وانه يتحمل وزن معين وانه يقف وقفة معينة وهكذا نفس التفكير نفس الابروتش بناخده في اننا ازاي هنصمم يومنا لازم افكر انا عايزة احقق ايه بشكل قصير المدى وبشكل طويل المدى بشكل قصير المدى يعني كل يوم لازم في نهاية اليوم اعرف انا فين من الهدف بتاعي انا اسمت الوصول للهدف بتاعي خطوات صغيرة خطوات صغيرة النهاردة يا ترى حققت الخطوة الاولانية دي ولا لأ بكرة حققت التانية ولا لأ بعده حققت التالتة ولا لأ ونتيجة بقى طويلة المدى يا ترى الخطوات اللي انا خدتها كل يوم كل يوم قربتني من هدفي وفي النهاية هتوصلني دي ولا لأ طيب تعالوا بقى نتكلم بعملية ده الجزء النظري لكن انا بحب العملية تعالوا نتكلم ازاي هنعمل ده للمرة الخمسمية بعد الالف هاتو ورقة وقلم وقسموا اليوم من ساعة ما بتصحوا سيه مثلا بتصحى الساعة سبعة مش هقولك بتصحى الساعة سبعة بتصحى الساعة عشرة بتصحى الساعة حداشرة بتصحى الساعة ثلاثة العصر مش مهم من ساعة ما بتصحى لغاية ما بتنام اكتب قسم كده الصفحة ساعة ورا ساعة ساعة ورا ساعة من سبعة لتمانية ومن تمانية لتسعة ومن تسعة لعشرة ومن عشرة لإحداشر وهكذا مش مهمة هتبتدي من كام هتبتدي من عشرة بس عشرة الصبح مش مهم عشرة صباحا لإحداشر لإتناشر لوحدة لإتنين لتلاتة وهكذا ما بتكلمش نسحة بدي ولا ما نسحاش بدي مش هي دي مشكلتنا دلوقتي ونبتدي الأول بالحاجات السبتة اللي ماقدرش أغيرها يعني مثلا لازم أروح شغلي كل يوم من الساعة تسعة مثلا للساعة خمسة ده كله متظلل لأن ده كله في الشغل هعمله خطة تانية هعمله ورقة تانية لكن فيه قبل قبلها ساعتين وفيه بعدها معرفش كم ساعة لغاية المتنين وابتدي أفكر واشوف سي مثلا أنا بعمل عملية إعادة الابتكار دي عشان عايز أكون مؤهل لوظيفة معينة عايز أشتغل شغل معينة ويه؟ فعملية التخطيط اكتشفت التخطيط واكتشاف الذات والقدرات والمهارات اكتشفت إن أنا ما عنديش القدرات اللي تؤهلني لهذه الوظيفة لازم أخذ كورسات مثلا سي مثلا هاخد سرتيفيكيشن من مايكروسوفت أو هاخد سرتيفيكيشن في الاسر كيوال أو أو هاخد ديبلومة في التربية أيا كانت أيا كانت المهم إن فيه فجوة ما بين معلوماتي دلوقتي والمعلومات اللي أنا عايز أكهزها عشان أشتغل الوظيفة دي طيب حلو جميل هتجيب منين الوقت ده للدراسة آه ده فيه وقت أنا دايما بعوده مع صحابي في كافي خلاص يبقى مثلا بدل ما هاعود معاهم خمس سيام في الأسبوع هاعود معاهم يومين ثلاثة بس والباقي هوجه الوقت ده للدراسة أو أنا مثلا بقعيد ابتكار نفسي عشان عايزة أكون زوجة أحسن عايزة أكون أم أحسن عايزة أحسن حياتي وبيتي وفي مرحلة التخطيط وفي مرحلة استكشاف الذات حسيت مثلا إن حياتي محتاجة نوع معين من التنظيم محتاجة تنظيم محتاجة تصبيت أجيب الوقت ده منين آه ده أصل أنا فيه وقت بعد أتكلم فيه على التليفون وعلى واتس آب وعلى الكلام ده فممكن أخذ من الوقت ده ووجهه إن أنا كل يوم هنظم حتة معينة في بيتي هعمل حاجة أو ده فيه مثلا كتب معينة عايزة أقراها عن حاجة معينة عن تربيط الطفل عن التعامل مع المراهقين عن وتفر هاخد من الوقت ده وأجهزه وأوجهه للحاجة اللي أنا عايزة أتعلمها فيه مثلا من ضمن إعادة ابتكار ذاتي عايزة أخد بالي من صحتي مش عاجباني صحتي عايزة أحسن صحتي طب أعمل إيه عشان أحسن صحتي في مرحلة التخطيط وفي مرحلة ابتكشاف الذات حددت إن أنا محتاجة مثلا أتحرك أكثر طيب هعمل إيه؟ همشي إمتى؟ هنا بقى نرجع للجدول بتاعي اليوم اللي إحنا بنصممه ونقول من الساعة كذا للساعة كذا هنزل وأمشي كذا ونفضل ماشيين ساعة ورا ساعة ساعة ورا ساعة عشان نحدد المهام والأنشطة اللي أنا لازم أعملها عشان أكون عادات كويسة عشان في النهاية توصلني للهدف اللي أنا عايز أحققه لو ما صممناش يومنا بالشكل ده لو ما جدولناش يومنا بالشكل ده بقينا تحت رحمة الآخرين يحطوا هم جدولهم علينا في الوقت اللي ييجي في دماغهم حبتك لو ما انتيش محددة موعيد معينة تتكلموا مع بعض هتكلمك في أي وقت هي عايزة وبالتالي يبقى انتي عايزة تعملي حاجات معينة لكن هي فاضية فبتملي عليك جدولها هي دايما نقول ان لما بتفتح الإيميل أول حاجة في اليوم قبل ما تشوف يورتو دولست انت بتاخد أجندات الآخرين وتحطها في جدولك لكن لما تحدد أوقات معينة بتعمل فيها حاجات معينة خلاص في نقطة مهمة جدا جدا وإحنا بنصمم يومنا دي اللي هي الحاجات الحاجات اللي مفهاش تفاوض يعني مثلا أنا كل يوم في حاجات معينة لازم أعملها لازم كل يوم أقرأ ساعة وباظبط المنبه بتاعي وأقرأ ساعة يعني زمان كنت بعمل بعدد الصفحات لقيت أن الأسهل والأحسن لي أن أنا أعمل بالوقت كل يوم الصبح ناني جوشي بول بقعد على سريري بقفل باب قط النوم علي وبقعد أقرأ ساعة مثلا من الحاجات الناني جوشي بول بالنسبالي أن أنا لازم أعمل يوجا كل يوم عندي مشاكل تخليني ما أقدرش ألعب رياضة بالشكل اللي أنا كنت ألعبه زماني فلازم أعمل يوجا عشان الفلكسابيلتي عشان المرونة عشان عضلاتي عشان مفصلاتي عشان كل الكلام ده لو ما عملتهاش ده هيأثر على صحتي إن أنا لازم أحدد الوقت ده ناني جوشي بول مثلا إن أنا لازم أشتغل على مشروع معين أو على حاجة معينة زي الفيديوهات اللي أنا بسجلها لكم دي أنا بجدولها في يومي بجدولها إن في اليوم الفلاني ده يوم التصوير قبل منه بجهز بعد بكتب الحلقات بعمل كل حاجة يوم التصوير ناني جوشي بول لو عارفة إن في اليوم ده مش هقدر أعمل حاجة معينة بجدولها في اليوم اللي قبل منه أو أجدولها في اليوم اللي بعد منه أو أتصرف بس المهم إن في حاجات ناني جوشي بول من ضمن الحاجات الناني جوشي بول إن إحنا لازم ناكل وجبة في اليوم مع بعض أولادي ممكن ييجوا في أوقات مختلفة جدولهم النهاردة بيجي بدري إن اليوم اللي بعده بيجي متأخر مش مشكلة هنرحل هذه الوجبة وهذا الوقت اللي احنا بنقعد فيه مع بعض الوقت معين عشان لازم نقعد مع بعض حط الديدلاينز في حاجات مثلا بسلمها للأومة لابتوي في حاجات لازم أكلم المدير بتاعي أقوله عليها بجدولها بحطها في جدولي يبقى عشان نلخص الكلام في هذه المرحلة هنعمل إيه؟ هنصمم يومنا ونمسك كده ورع أو ألم لو عندنا أجندة أو بلانر ده هيبقى كويس لو ما عندناش مش مشكلة ورقة وقلم ورقة ورقة كراسة ونكتب ساعات اليوم من الساعة كذا للساعة كذا ونبتدي نحط الحاجات اللي احنا لازم نعملها عشان نحقق الهدف اللي احنا عايزين نوصله ونجدولها ونخليها حاجات ثابتة قدامنا وبعد ما نخلص تصميم وجدولة يومنا ممكن هنحتاجني جدول أكتر من يوم مش شرط إن أنا كل أيام الأسبوع بتاعتي زي بعض نعملها يوم السابت بعمل كذا وكذا وكذا يوم الحد يوم الاثنين يوم الثلاث زي جدول المدرسة بالضبط زي جدول المدرسة ونعمل ده في ورقة ونحطه قدامنا ونمشي على الجدول واحدة واحدة خطوة خطوة ويبقى هو ده الجايدلاين الحاجة اللي هترشدنا نعمل ايه كل يوم وندي نفسنا فترة في الأول نزبط الجدول لأن في حاجات مثلا حنلاقي إن إحنا ديناها وقت كتير أو في حاجات ديناها وقت أقل أو في حاجات ممكن أشيلها ليوم تاني وهكذا ندي نفسنا بتاع أسبوع كده أو أسبوعين نجرب الجدول ونشوف هيحقق لنا إيه بس أهم حاجة إن إحنا لازم من جدول حياتنا ما نسبحاش كده ماشي سبهلالة ما ينفعش مش هنوصل الجدول اليومي ده هو الخريطة عارفين لما بنبقى معنا جي بي اس زي ما كانوا خرايط وبنفتحها ونقعد نشوف دلوقتي جي بي اس الجي بي اس ده هو ده جدول حياتنا اليوم هو اللي هيوصلنا للوجهة اللي احنا عايزانها أشوفكو المرحلة الجاية شكرا للمشاهدة 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 ترجمة نانسي قنقر